بسيدي عبد الله مساء الخير أستاذة مساء النور سيدتي طيب بداية أستاذة سليمة بن معمر إلى أي مدى سيسهم البروتوكول الصحي الذي تم اعتماده ضمانا لصحة المتمدرسين وكل الأسرة التربوية في إنجاح هذا الدخول المدرسي إذن بسم الله الرحمن الرحيم عندنا عدة إجراءات صحية وقائية لإنجاح البروتوكول الصحي بمساعدة مصالح البلدية قامت بتعقيم الأقسام وتنظيفها وتوفير معاقيمات المواد النظافة أما بالنسبة للجانب التربوي البيداغوجي قمنا بتفويج الأقسام كل قسم فوجناه إلى أفواج فرعية سوف نستقبل غدا إن شاء الله الفوج الأول واليوم الموالي الفوج الثاني طيب نظام التفويج أستاذ سليمة بن معمر كيف سيسهم كذلك في تنظيم التلميذ في الأسقسام هذا من جهة من جهة ثانية ضمان صحة التلميذ بحد ذاتهم خاصة في ظل الوضعية الوبائية التي نعيشها نظام التفويج كل قسم يحتوي على 20 تلميذ يقسم إلى قسمين فوج آلف وفوج با إذن يمكن أن نستقبل فوج آلف 10 تلميذ فقط ونستعمل تباعد الجسدي في القسم كما نستعمل تباعد الجسدي أثناء تحييط العالم وكذلك راحة ممنوعة على 10 صباحا طيب أستاذ سليمة بن معمر بالحديث عن نظام التفويج تم اعتماده على حسب العدد التلميذ في الأقسام مثلا إذا كان فيه قسم فيه 40 تلميذ يتم العمل بنظام التفويج بمعنى 20-20 إذا كان قسم فيه 35 تلميذ يتم كذلك احتساب العدد على 2 هل هكذا تم اعتماد أم فيه عدد معين بنظام التفويج في التلاميذ لا بطبيعة الحال القسم الذي فيه 40 تلميذ يقسم إلى قسمين 20-20 القسم الذي فيه 20 تلميذ يقسم إلى قسمين 10-10 إذن كل الأقسام الأقسام تربوية تقسم إلى قسمين حتى يكون تساوي في عدد ساعات كل فوج عنده 14 ساعة في الأسبوع طيب ماذا عن الإداريين خلينا نقوله أستاذ سليمة بن عمر ودورهم كذلك في ضمان نجاح هذا الموسم الدراسي في ظل الوضعية الوبائية جائحة كورونا ماذا تقصدين بالإداريين أقصد أقصد إذا ما تم العمل نعم أقصد المشرفين التربويين أستاذ سليمة نعم أقصدين المشرفين التربويين في المدرس الإبتدائية لا يوجد مشرفين تربويين يوجد الأساتذة فقط أساتذة مساعد المدير والمدير فقط طيب ماذا عن الفرق الصحية لأن الصحة المدرسية تعتبر أساس نجاح هذا الموسم الدراسي الاستثنائي الذي وصف بالاستثنائي الفرق الصحية المدرسية أي دور لها في ضمان نجاح هذا الموسم الدراسي إذا الفرق الصحية التابع على مصالح البلدية زارة المدارس وشاهدت كذلك عملية تاقيم الأقسام أما الصحة المدرسية تابعة للصحة المدرسية للتلاميذ لم تأتي بعد لأن التلاميذ لم يزاولوا بعد دراساتهم ننتظرها في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله طيب أستاذ سليمة بن معمر دائما بحديث عن البروتوكول الصحي أنتم كمدراء مؤسسات تربوية أي دور لكم منتظر في ضمان تطبيق هذا البروتوكول الصحي بكل حذافيره الضمان جهزنا المدارس قمنا بتفويج الأقسام قمنا بكذلك تباعد الجسادي في الأقسام كذلك أشرفنا كذلك على دخول خروج نظافة كما تشاهدين في المدرسة طيب أستاذ سليمة بن معمر دائما بالحديث عن هذا الدخول المدرسي في كثير من النقابات كذلك كانت طالبت بضرورة التطبيق الحرفي لهذا البروتوكول الصحي أكيد أن الأساتذة وأنتم ستكونون معنيون رقم واحد طيب ماذا عن أولياء التلاميذ؟ ما هي النصيحة التي تقدمينها عشية الدخول المدرسي؟ للأولياء أكيد سيكونوا مرافقين لأبنائهم غدا بحول الله إذن النصيحة التي أقدمها الأولياء هو احترام التباعد ارتداء الكمامات استعمال عدم التجمعات أمام الباب هكذا طيب هل تم وضع لافتات تشير إلى هذا الأمر حتى يكونوا أولياء التلاميذ على علم بذلك؟ نعلم بأن تلاميذ الابتداء عادة ما يكونوا مرفقين بأوليائهم أثناء الدخول والخروج من المدارس الابتدائية طبيعة الحال وضعنا لافتات خاصة بالنسبة لسنة أولى علقنا القوائم تصلنا بالأولياء عن طريق الهاتف عن طريق الأسامس تفهمنا الأولياء كيف يجبونا اليوم الأول تلاميذ السنة أولى أما التلاميذ سنوات الأخرى نستطيع تعامل معهم باستعمال بروتوكول صحي طيب رسالة أخيرة أو نصيحة أخيرة للأولياء وحتى رسالة وجهها للتلاميذ اللي شفنا أنهم انقطعوا لأشهر عن الدراسة بسبب الجائحة ما هي الرسالة التي تريدين إيصالها؟ بالنسبة للتلاميذ نحن هنا موجودين للدراسة ويجب أن يساعدونا في المنزل بالمراجعة باحترام قواعد البروتوكول الصحي أشكرك جزيلا شكر أستاذ سالمة بن معمر مديرة مدرسة ابتدائية بسيدي عبد الله كنت معنا على المباشر شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل ونتمنى دخول مدرسة ناجح بحول الله تعالى لكل التلاميذ المتمدرسين بحول الله تعالى